أما إنسان في طريق الناس يؤذي الناس بلسانه ممكن يسخر بالناس ويغتاب الناس إذا رأى فلانا يعيب عليه ويسخر به وهكذا أو أنه يؤذيهم بفعل المحرمات المعلنة أمام الناس مثل ما يفعل بعض الناس يخرج ويشغل الموسيقى في سيارته على أعلى صوت فيتأذى من بجانبه طيب أنت تريد أن تعصي الله أعصي الله في نفسك لماذا تعلن هذا أمام الناس يمشي في المرافق العامة في الحدائق في الأسواق ويشغل الموسيقى التي يحملها معه وكأنه لا يطمن قلب إلا بها والعياذ بالله قرآن الشيطان سبحان الله لماذا تؤذي الناس بمعصية الله هذا أشد ما يكون هذه مرافق عامة ينبغي أن تحترم الناس فيها مثل ما أن الناس يحترمونك وما يؤذونك فكذلك أنت تحترم الناس وليست هذه حرية كل واحد ذهب إلى هذا المكان العام يريد حاجة فأنت لا يجوز لك أن تعتدي على حقوق الغير تعتدي على حق غيرك فتجعله يسمع الحرام أو ينظر إلى الحرام ولا يريد الوقوع في الحرام كذلك المرأة التي تخرج متبرجة هذه آذت غيرها لأنها سبباً لأنها كانت سبباً في فتنة الشباب وفي فتنة الرجال نعم كما أن الواجب على الرجل أن يغض بصره كذلك الواجب على المرأة أن تحتشم وأن تتحجب فهذا من أذية المسلمين الذي يدخن هذا يؤذي غيره وسيسأل عن هذا وهكذا ينبغي المسلم إذا خرج وخالط الناس أن يحترم الحقوق العامة يحترم المرافق العامة هذا جاء به ديننا هذه حقوق عامة ينبه عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم